سلام عليكم متابعين الكرام يارب تكونوا بخير وسلام النهاردة ان شاء الله هعمل معكم موديل ال من انتو اللي شايفينه قدامكو اتمنى الفيديو نول اعجابكو اتمنى لكم شاهدة ممتعة كمية القماش هيكون عندي مترين ونص من القماش لو هعمل طوله 100 سنتي هشغل على البترون المسطح العادي طبعا الموديل ينفع في المسطح وينفع في بترون البنس انا يهمني هنا الكلب فتركيزي كله هيكون على الكلب هشغل على مقاس 44 دبترون الخلف هشغل خلف الاول دوران اراب 6 سنتي عرض 1.5 سنتي طول هعملهم دوران نص عرض الضهر 18 سنتي ميلي الكتف 4 سنتي طول القبط 23 سنتي طول الضهر 41 طول الجن ب18 سنتي طول الكل انا عملاه 100 سنتي طبعا الطول الكل على حسب رغبتك عرض الكتف 12.5 او 13 سنتي ربع محيط الصدر 25 نقص 1 سنتي ب24 ربع محيط الوسط هعمله بنفس مقاس الصدر بس هنقص منه 2 سنتي يعني هيكون تكسيم خفيف طبعا التكسيم ده تتحكمي فيها على حسب زوج انا يهمني في الموديل الكولا ربع محيط اكبر حجم 26.5 نقص 1 سنتي يبقى 25.5 هعمل دوران الابط بعدنا هعمل تعديل في دوران الرقابة هدخل 1.5 سنتي عرض ونص سنتي طول وعملها دوران كده هكون رسمت بترون الخلف هنجي نشوف بترون الامام لما جي ارسم بترون الامام في العرض هخلي في 31 سنتي عرض و20 سنتي طول شايفين ده كده الطول 20 سنتي من بعدها هرسم البترون عندي دوران الرقابة في الامام 6 سنتي طول و6 سنتي عرض وهعملهم دوران نص عرض الضهر 18 سنتي ملي الكتف 4 سنتي طول القبط 23 سنتي طول الوسط 41 سنتي ربع محيط الصدر 25 سنتي زايد 1 سنتي يبقى 26 سنتي بزاود 1 سنتي علشان بالشغل في الامام ربع محيط الوسط 19 سنتي زايد 1 سنتي يبقى 20 سنتي وهضيف 2 سنتي مدار بنسة يبقى 22 سنتي انا مش هعمل بنسة بس بزاود الـ 2 سنتي علشان عايزة الوسط يكون مكسم تكسيم خفيف خالص ربع محيط اكبر حجم 26.5 زايد 1 سنتي بقى 27.5 من عندي دوران الرقابة هطلع 1 سنتي بالشكل ده الـ 1 سنتي ده هيكون زيادة عن البترون وده اللي هيفرق للطول الوسط عن طول الضهر كده طول الوسط عندي 2.40 سنتي طول الضهر 1.40 سنتي هعمل طول الكدف 13 سنتي بعدين هعمل دوران الابط هعمل توسيع في دوران الرقابة او تعديل اللي انا عملته في الخلف 1.5 سنتي عرض بالشكل ده كده رسمت بترون الامام دلوقت هششغل في المرد والكولة عند المرد كروة زي مرد عريض خالص المرد هيكون مقاس ومن 10 ل 12 سنتي انا هنا هعمله 12 سنتي اللي 12 سنتي هعملها بطول المنتو بعد ما اخدت مقدار المرد هعمل الكولة هقيس دوران الرقابة الخلفي هنا دوران الرقابة الخلفي 11 سنتي فهقيس 11 سنتي من بعد طول الكدفة بالطريقة دي يعني من بداية البترون هقيس 11 سنتي الفوق بالشكل ده بعدين هحدد طول الكولة او الزرار والعروة او التوك اللي انا هعملها والحزام هنا هيكون عندي من عند الوسط فهعمل خط بالشكل ده همد الخط لحد المرد بالطريقة دي ده هيكون طول الكولة عرض الكولة هعمله 25 سنتي بس عند المرد 12 سنتي فباقي ال 25 سنتي هيكون 13 سنتي فمن بعد المرد هقيس 13 سنتي يبقى كده عند ال 25 سنتي ممكن تزيد عن 25 سنتي لكن ما تقلش لان هي ازا ما شايفين عريضة خالص في هقيس 13 سنتي بالشكل ده من بعد المرد وهوصلها بطول الكولة هعمل تعديل في دوران الرقبة في الطول انا في العرض عملت واحد ونص في الطول هعمله 2 سنتي او 3 سنتي بالشكل ده وهاخده بخط عمودي الخط ده هوصله ببداية الكولة ده كده شكل الكولة من جوه شايفين هعمله بالشكل ده بعدين هياخد ارتفاع الكولة او عرض الكولة من الخلف ارتفاع الكولة من الخلف هتلاحظوا ان هو ارتفاع طبيعه خالص زي اي كولة مش عريض يعني هيكون من 10 ال 12 سنتي انا هنا هعمله 12 سنتي 12 سنتي وهاخدها برضو بخط عمودي بالشكل ده ده كده ارتفاع الكولة من الخلف بعدين هرتفع 2 سنت وده هيكون مكانة تفتيح لان انا مش هعمل تفتيح في الكولة هعملوه الشكل ده وده مهم جدا في الكول شال لازم الكول شال يكون فيه ال 2 سنت دول علشان يريح معايا في الخلف بعد ما عملت الخطوط الاساسية للكولة هعملها دوران هعملها دوران بالشكل ده كده هكون رسمت بترون الامام ده كده البترون بعد ما قصيته هنجي نشوفها نحطه على القماش ازاي ده بترون الخلف طبعا ما فوج تفاصيل كتيرة ده الامام اللي هسبت عليه بترون الامام الامام اللي كان مستخدم عندي هعمل بطانة بلون مختلف عنشان يزهر في التصوير بعد ما قصيت الجاكت والبطانة هجي على البطانة وهزبط المقاس بتاعها لان كده هتكون عريضة خالص بعد ما قصيت الجاكت والبطانة البطانة دي انا هسبتها في زلين البطانة هسبتها في زلين وبعدين هخيط الكولة وهنجي نشوفها نكمل ازاي كده بعد ما خيطت الكولة بعدين هفرد الجاكت ده ده وران الرقبة الخلفي وده الاكتاف هجيب البطانة واقع سبتها على الجاكت قيادة الكولة دي انا عملت لها تفتيح بالمكوى وطبعا نسبتها في زلين زي ما شايفين بعد ما سبتتها بالطريقة دي هخيطها من بداية المرد للكولة بالطريقة دي لحد ما وصل المرد التاني وبرضه هخيط مقدار التاني ده الجاكت والبطانة بعد ما خيطتهم ده مقدار التاني بعد ما خيطته تانيته ومن عند المرد برضه خيطته كمان خيطت في البطانة الفوزلين الدبل فيس وعملت لها سرفلة بعدين هنجي نعمل تفتيح في دوران الكولة الدوران اللي انا عملا في الكولة ده هعمله تفتيح بعد ما عملت التفتيح هعادل اتجاكت بعد ما هعادل اتجاكت بالشكل ده قبل ما كمله خياطه هعمله مكوى هعمله مكوى على البطانة علشان اسبت البطانة بالفزلين الدبل فيس انا مخيطة فزلين الدبل فيس زي ما قلتلك بالطريقة دي وعمله سرفلة فهسبته بالمكوى قبل ما خيط هيكون اسهل وهيكون اسرع وكمان شكله هيكون اجمل برضو دوران الرابة الخلفي هخيط البطانة والجاكت في بعض علشان لما اجي اركبهم في الخلف يكون سهل معي ده كده شكل البطانة بعد ما ثبتها في الجاكت شكلها جميل جدا ونضيف جدا وكده اسهل بكتير ده برضو شكلها من برة بعدين هجيب الخلف وهركبه في الامام ده كده الخلف هجي من عند دوران الرابة وهركب دوران الرابة والاكتاف هركبهم بالشكل ده كده الامام والخلف بعد ما ركبتهم من عند دوران الرابة والاكتاف ده شكلهم شكلهم جميل جدا بعدين هجي اركب الحزم اللي انا هركب فيه التوكا هركبها من عند الوسط هركبها بالشكل ده ده كده الوسط وهركبها بالطريقة دي وهجيب الخلف وهخيطهم من عند الجنب مفروض انها سبتها بابرة قبل ما حط عليها الخلف وهحط الخلف بالشكل ده وهخيطه هخيط الجنب التاني وهنجي نشوفه كده بعد ما خيطت الجاكت شايفين وعملت التاني ده كده الحزام بعد ما ركبته هركب التوكا وهركب الناحية التانية من الحزام التوكا هتكون مدورة او مربعية الموجودة عندكم بس انا حبيت اقرركم اكتر من شكل التوكا هركبها في الناحية دي وطبعا هيخد المقاز بتاعها قبل ما ثبتها بالابرة او اخيطها هيخد المقاز بتاعها واظبطه شايفين هيكون ده مكانها فهسبته بابرة بعدين هيخد علامة الناحية التانية هاخدها بالشكل ده وهركب الناحية التانية من الحزام هركبها بالطريقة دي هيخد المقاز بتاعها وهشيل الزيادة هاخيطها بالشكل ده طبعا هتكون من الناحية اليمين بس مش هاخيطها في كل الجاكت بالطريقة دي والتوكا هاخيطها في الشمال ده كده شكل الجاكت بعد ما شطبته وعملت له التوكا والحزام ده شكل التاني شكله جميل جدا تحفة ودي البطانة اللي انا سبتها بالفزلين الدبل فيس في بطانة مفروض كنت اركبها في الخلف بس انا كسلت بصراحة لكن انتو عندكم في شغلوكو هتعملوها ده كده المرد الكروازية مرد كبير زي ما شايفين 12 سنتي ده التوكا والحزام هيتركبه بالشكل ده كمان التوكا والحزام ينفع تستبدلوها بزرار وعروة ينفع تستبدلو التوكا والحزام بزرار وعروة ده شكل الكولا تحفة شكلها جميل جدا ده كمان شكلها من الخلف شايفين لتنين سنتي اللي انا باخدهم لفوق زيادة بيريحوا معي الكولا وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون الاعجابكو اتمنى ان تكون تريد سهل وكن ادارت اوصل لكم المعلومة بسهولة اشتركوا في القناة